حضراتكم إلى سوريا تحديدا إلى دمشق العاصمة العربية لكلنا من اتمنى أنها ترجع زي ما كانت سوريا بتعيش أجواء من الحرب لكن الحياة ما تعطلتش في سوريا وتحديدا في دمشق في حالة نشاط يومي في العاصمة السورية وأفكار كمان جديدة في دمشق بهدف دعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السوري قام مقهى في دمشق بتوظيفهم لاستقبال رواد المقهى كمان يقدموا خدمات الضيافة لرواد هذا المقهى الدمشقي تعالوا نشوف سعيا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع يوظف مقهى ومطعم سوسة في دمشق أفرادا من ذوي الاحتياجات لتقديم خدمة الضيافة وتحضير مختلف المشروبات حيث يقومون باستقبال رواد المقهى ثم تلقي طلباتهم وتحضير المشروبات وتقديمها لهم قاولنا نعمل من خلاله إضاءة لهذه الأطفال نشتغل معهم ضمن برنامج دعم نفسي نطلق المواهب والقدرات الموجودة عندهم تمكينهم اقتصاديا ندمجهم بالمجتمع اشتغلنا معهم سابقا فعالية اسمها حدنا كعافية باليوم العالمي لمتلازم الدون كان فيه سرخة من الأمهات بسبب عدم تقبل المجتمع على هي الشريحة ففكرة السوسيت اجت من هذا المنطلق انو احنا حبينا نورجي العالم قديشن هن الأشخاص عندهم طاقات موجودة داخلهم ويعمل بالمقهى نحو 32 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد ان تلقوا تدريبا مكثفا ويقوم بعض المتطوعين بمساعدتهم ورحب زوروا بالفكرة كثيرا وقاموا بتشجيع الموظفين القدد كانت الاستجابة بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للأهالي وبالنسبة للأشخاص اللي عم تيجي تزورنا كانت كثير قوية الحمد لله يعني كثير منيحة يعني كان الجانب إيجابي كثير ولقى المشروع كثير نجاح كبير الجدير بالذكرى أنه جرى افتتاح المقهى أثناء مهرجان في دمشق الشهر الماضي وسيتم افتتاحه بشكل دائم في سوق انتجارية كبيرة بالعاصمة السورية في غضون الأشهر المقبلة حقيقة فكرة برسندوق يعني فعلا زي ما قال لمخرجنا الجميل رائد فكرة برسندوق لأنه فكرة دمج الاحتياجات الخاصة مع المجتمع ويبقى ليهم طلباتهم ومتطلباتهم وإبداعاتهم كمان وممكن احنا شفنا على مدار الفترة اللي فاتت ضيوف كتير جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة هنا في صباح قد دي هم عندهم طاقة كبيرة جدا جدا حقيقة ولازم الطاقة دي تستغل وتوظى بشكل جيد وكمان لازم يحسوا انهم بش بعيد عن المجتمع هو فرد منتج وفاعل ومهم في المجتمع يقدر يشتغل في اي وظيفة فكرة جميلة نتمنى نشوفها كده في مدن وعواصم عربية كتيرة انه يتم الاستعانة بمتحدة لعاقة في اغلب الوظائف يكونوا موجودين يتفاعلوا مع الناس في بعض الاحيان بيكونوا افضل بكتير كمان في الانتاج عندهم قدرات خاصة فعلا من الاسوياء من الاسوياء صحيح دولة كمان هنا عندنا مهتمة بعام كمان الاحتياجات او دولة احتاجات الخاصة ممكن شفنا زي ما قلت لك يا محمد ضيوف كتير عندنا جدا فكرة الدمجة حتى احنا في نظامنا التعليمي كمان فكرة الدمجة حاولنا انه يبقى فيه تطوير ليهم يعني نهارده معنا فقرة كمان نقول يا سيد المشادي مرة تانية ان شاء الله هيكون على التعاون بين مصر والسعودية في مواجهة اي مشاكل ممكن يتعرض ليها ومتحدة الاعاقة في العالم العالم